اشتركوا في القناة القمر اغلب الوقت رح يكون في منزلة الجبهة ان القمر رح ينتقل من السرطان للأسد وهي جيدة للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو اما بالنسبة للزوايا الفلكية فهي اول زاوية ما بعد الحلقة مباشرة هي رح تكون زاوية تقابل سلبية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة خمسة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء تدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة سبعة وواحد وثلاثين دقيقة مساء ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى من قوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ومن يكون محبط عاطفيا يثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة احداش وثمانية وخمسين دقيقة مساء من واجه مصاعب عراقيل اللي بتطلب منا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض يفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد هذه الزاوية مباشرة او خلال قيامها بصير في عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ زي ما ذكرنا في حلقة الامس الليلة الساعة احداش وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة او لغاية الساعة خمسة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا هذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر رح يستقر في الاسد الساعة خمسة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا ولكن انه هو ما رح يشكل اي زوايا فبما انه ما بشكل زوايا احنا منسميه القمر المحترق بمعنى انه ما بشكل زوايا او خالي المسار او اشي زي هيك يعني هو مش خالي المسار ولكنه زوايا بتكون ضعيفة فعشان هيك منسميه محترق يعني لا بعطينا لا ايجابية ولا بعطينا نحوسة فيه له بعض التأثيرات الايجابية اكثر من النحوسة فعشان هيك يعني بكون نذكر اشياء ايجابية طبعا تأثير القمر لما بصير في الاسد بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال واستثمار والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقاب تلفت انتباه الاخرين النا اما بالنسبة للزاويتين واللي بتكو تركزوا معي فيهم لانه هاي احداث صارت خلال الايام الماضية فعشان هيك هذا الزوايا رح تكون لها علاقة بعطارد عطارد رح يشكل زاويتين اليوم وهي زاويتين لها تأثير تقريبا بحدود الاربع ايام هي قائمة اول زاوية رح تكون هي زاوية تثليث ايجابية بين عطارد والمريخ يعني كوكب الاتصالات وكوكب الجيوش او كوكب اللي له علاقة بالحرب او اللي له علاقة بالقيادات رح تكون هاي في تمام الساعة خمسة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا عند حدوث هذا الاتصال بسود شعور يعني بنوع من انواع الوئام فبسهل علينا التفاهم مع الاخرين وتعزيز العلاقة مع احبائنا اما بالنسبة للزاوية الثانية واللي رح تتشكل وهي زاوية مهمة جدا ورح تلفت انتباه الجميع هاي الزاوية لها تأثير تقريبا بحدود الاربع ايام زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وعطارد رح تكون في تمام الساعة ثلاث وسبع دقائق اللي هي اوجها بعد الظهر او عند العصر عند حدوث هذا الاتصال بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة يتعذر فهمها وبيزداد التوجه لاجراء الاتصالات والتنقلات والسفرات الضرورية وطبعا زي ما بنعرف ان الشمس له علاقة بالقيادات او بالحكام او بالرؤساء او بالطبقة العالية او القادر وعطارد له علاقة بالاتصالات والمواصلات والاتفاقيات فعشان هيك دوليا اذا لاحظتوا الفترة الماضية هذا يعني شوفوا ايش اللي بتحكيه هاي الزاوية وقيسوا على الاحداث اللي صارت بالفترة الماضية بتدل هاي الزاوية على نشاط اكثر في الميادين الاعلامية والصحف حول اعمال وانجازات الحكومة او الملك او الرئيس منجنة قوم الحكومة في هاي الفترة باجراء اتصالات ومفاوضات وشراكات واتفاقيات مع بعض الدول والاهتمام المتزايد للحكومة بميدان التعليم والتدريس تطويره ومحو الأمية والاهتمام بشؤون الشبيبة هاي الفترة بتشهد كذلك حركة اكبر لشبكات الترقية وبرضو لوصائة النقل والمواصلات وهاي بتعمل نوع من انواع الرواج الاكبر لقطاع النشر والتأليف والمعلوميات فلو شفنا في اتفاقيات ما بين بعض الدول وفي شراكات وفي مفاوضات كانت بالفترة الماضية وتم توقيع على اتفاقيات وان الزوايا الثانية يجمعوها مع بعض اللي حكيناها في الفترة الماضية بتعرفوا انه هذا الاشي اللي صار طبعا بالنسبة للقمر طبعا رح يكون في برج الاسد والول المسار القادم رح يكون يوم تسعة عشر ثمانية رح يكون في تمام الساعة خمسة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا وحتى تمام الساعة ثمانية وعشرين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر بعدها للعذراء اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال سبعة وعشرين يوم في تمام الساعة اتناش واثنين وخمسين دقيقة منتصف الليل بيصير عمره ثمانية وعشرين يوم نسبة الإضاءة عشرة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية المزاج سعيد القمر في السرطان والاسد حتى يوم تسعتاش ثمانية طبعا بما انه محترق معناته منتحس عطارد في الاسد حتى يوم عشرين ثمانية المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم ستة تسعة المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم تسعة تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه بميل للسعادة شوي لانه برضو الزوايا اللي بتتشكل معاه مستمرة رغم انه بشكل زاوية تربيح حادي فعشان هيك بميل للسعادة المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اثناش تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين تسعة مزاجه منتحس ورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم أربعة عشر واحد ألفين وعشرين مزاجه منتحس نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احداش مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم أربعة عشرة مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اللي رح تحسه فيه اليوم هاد وخصوصا من ساعات الصباح يعني بتظل أمور مركزة على أمور معينة إلها علاقة بالوضع العائلي أو أمور إلها علاقة بأحد أفراد العيلي صحيح أن الجو بكون ضاغط لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بتشعر بطاقة غريبة عجيبة رح تمتلكها وعندك طاقة واندفاع ورغبة للمرح أو للفرح أو للإنبساط أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني يعني الأوضاع المستوى البيت الثاني اليوم ضاغطة في بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات أو بعض الأمور اللي تظهر بشكل مفاجئ كاهتمام مالي إلو علاقة إما بأمور طبية أو أمور بيتية منزلية كمصاريف منزلية أو أمور إلها علاقة ببعض الالتزامات أو فوترة أو اهتمام بالسوق المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها إيجابية عالية جدا وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الصباح تنشحن بطاقة إيجابية عالية وبصير عندك قدرة عالية للتواصل والاتصالات والاتفاقيات وتوصيل المعلومات وبرضو بصير فيه نشاط فكري عندكم قوي جدا أما بالنسبة للبيت الرابع بظل عندكم نوع من أنواع الاهتمام على المسكن أو على البيت أو على العائلة وبظل فيه نوع من أنواع الإيجابية ممكن تظهر بعض المسائل الإيجابية اللي تدعم من موقفك أو يعني يكون فيه خبر صار العلاقة في البيت صحيح أنه في بعض الاهتمامات المنزلية كأعطال أو بصحة أحد أفراد العائلة أو أمور لها علاقة ببعض المشاكل اللي بتحاول تضع لها بعض الحلول بالفترة طبعا من ساعات الصباح بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بظهر بعض العقبات أو الإضطراب على مستوى العمل أو ممكن مشكلة معينة بتتطلب منك الاهتمام أكثر أو محاولة لحل مشكلة لها علاقة بالعمل أو عمل متراكم برضو بالفترة هاي حاول أنك أنت تهتم بصحتك وممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فاليوم ممكن نصير فيه نوع من أنواع التعاون أو التعامل أو التراجع عن قرار بتعلق فيك وفي الزوج أو الزوجة وممكن حل مشكلة كانت أو توضيح لوجهات النظر أو الاتفاق على مسألة معينة بشكل إيجابي ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا ممكن تظهر بعض المسائل اللي لها علاقة بالوضع المالي أو الأموال المشتركة أو أمور لها علاقة بقرض أو تسوي أو ترتيب وضع مالي معين يعني بيتطلب منكم جهد أو ممكن اتفاق على مسألة مالية أو مفاوضات على أمور لها علاقة بالوضع المالي أو مع مؤسسات مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فكل ما اقتربنا لساعات الصباح بتزيد رغبتك بالتواصل أو الاتصال مع أشخاص ممكن مقيمين خارج البلاد أو أجانب أو مساء للحلاقة بالوضع العلمي أو الدراسي أو الاهتمام بمساء العلمي بشكل إيجابي بالفترة هاي اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم رح يبدع بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فما نقول لكم ديروا بالكم ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك حاولوا أنكم ما تتوتروا ما تتعصبوا ما تحاولوا أنكم تجازفوا بالفترة هاي حتى ما تشوهوا سمعتكم بالعصبية والجدال والحدية وبرضو أثناء تعاملكم مع زملائكم أو رؤساكم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يكون في بعض النشاط على المستوى للعلاقات ما بينك وبين الأصدقاء إما جمعة أو لقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو حل شيء يعني كان له يعني ضغط بالفترة الماضية ولكن ممكن تحمل لك مصالحة أو تلاقي على مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 12 وهنا من قول لك دير بالك من بعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بصحة أحد الأحبة حاول أنك تنتبه لصحتك بشكل جيد إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك ما ترهق حالك كثير حاول أنك ترتاح بالفترة هاي وبرضو اهتم بغذائك ويهتم بأعمالك وما تخليها تتراكم عندك صحيح الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى الخامس ولكن ما تعتمد على الحضوض بشكل كبير برج الثور طبعا بالنسبة للبيت الأول الأوضاع متقلب اليوم وخصوصا أنه القمر رح ينتقل ويستقر في بيتك الرابع يعني تربيع معاك يعني بدك تتوقع أنه لغاية ساعات الصباح الأجواء بكون فيها نوع من أنواع الإيجابية لإلك ولكن أنه مع ساعات الصباح بتحس أنه فيه نوع من أنواع الإرتباك أو مسائل طارئة بتظهر بشكل مفاجئ ممكن أنها توترك أو تغير من مزاجك أو تخليك تحتد في بعض الأوقات حاول أنك تضبط عصابك قدر الإمكان ما في داعي للإنفعال ولا للعصبية ولا التوتر بالفترة هاي ركز بشكل جيد على كل المتطلبات بدون تهور أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريباً نقدر نحكي إنها جيدة على المستوى المالي وكلما اقتربنا لساعات الصباح بصير فيه نوع من أنواع الاهتمام ببعض المسائل المالية ففي منك رح يحصل بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو حقوق لإلكم أو نوع من أنواع الهدايا ولكن حاولوا أنكو ما تجازفوا كثير بالمصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء طبعاً بما أن القمر موجود في بيتك الثالث ولكن اللي رح يصير أنه رح ينتقل للبيت الرابع فبظل النشاط جيد معاكم أو يعني فيه حيوية عالية جداً لغاية ساعات الصباح ساعات الصباح يعني ممكن يصير بعض الضغط أو حدوث بعض الانفعالات أو العصبية على بعض المسائل ولكن إجمالاً تقدر تسيطر على الأمور أو تحلها ولكن حاول أنك تسيطر بس على إنفعالاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعاً الآن الشمس وطارد القمر هدولة بدون يتواجدوا في البيت الرابع فهذا بيت ضغط عليك فمن ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرق عطل منزلي أو حدث عائلي أو اهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالتصليحات أو الترميمات أو مشكلة أو خلاف ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو حل مشكلة بتتعلق بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية تقريباً ما بنحكي إنها إيجابية ولا بنحكي إحنا سلبية يعني تقريباً متقلب خلال هذا النهار بيجيك بعض الرغبات في أوقات للتواصل مع الأحبة أو الاتصال معهم أو الإطمانان عليهم ولكن في أوقات رح تنزعج أو رح تحتد أو رح يتقلب المزاج عندك أما بالنسبة للبيت السادس فهنا الأجواء على مستوى العمل تقريباً مع ساعات الصباح بصير عندك قدرة على إنجاز بعض الأعمال أو الاهتمام بعملك أكثر أو ممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريباً منقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى بيت الشراكة بتخلي فيه نوع من أنواع التوافق أو الاتفاق أو الاتصال أو المشاركة ما بينك وبين الشريك المال أو الزوج أو الزوجي ممكن يصير اتفاق على مسألة معينة ولكن حاول أنك تحكم عصبيتك وتقلم المزاج عندك والردات الفعل السلبية حاول أنك لا تتخذ قرارات قاسية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن اليوم سيكون لك بعض الاهتمامات بمسائل العلاقة بالأموال المشتركة فممكن حل موضوع العلاقة في الأموال أو مفاوضات أو استرداد بعض الأموال أو طرح فكرة لتعديل وضع مالي مشترك عندك يعني بدك تركز بشكل جيد على هذه الأمور أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة جدا ممكن تحمل لك بعض العقبات أو ما فيه تركيز أثناء الدراسة أو بالمجالات العلمية بتلاقي مخاكم شتت أو بتحدث بعض الأمور اللي بتعطلك عن دراسة أو اهتمامات بمسائل علمية ممكن شوي تحتد بمزاجك أثناء تواصلك مع أشخاص إما خارج البلاد أو أجانب ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأوراق أو المعاملات القانونية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة اليوم أنت مشحون بطاقة كبيرة وبرضو فيه قدرة لتعزيز سمعتك أو الدفاع عنها وبرضو تعزيز العلاقة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم برضو بيحملك فرصة للتلاقي ما بينك وبين بعض الأصدقاء ممكن تتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو اتفاق مثلا أو ممكن أنه هيك يجيك اتصال بشكل مفاجئ من أحد المعارف أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بما أنه المريخ موجود هو بيعمل زوايا إيجابية وحكينا بميل للسعادة ولكن بما أنه في بيت المتاعب فمنقول لك دير بالك حاول أنك أنت تنجز عمالك ما تهمل فيها ممكن تشعر بالإرهاق في بعض الأوقات أو تقلب المزاج راعي وضعك الصحي من التقلبات أو ظهور بعض الأوجاع أو يعني شيء يتطلب منك مراجعة الطبيب برضو ممكن تحمل لك الفترة هاي قلق على صحة أحد الأحبة برج الجوزاء طبعا بالنسبة للجوزاء بظل الوضع المالي أو الأفكار المالية أو حل وضع مالي معين يعني شاغل فكركم لغاية ساعات الصباح عندكم اهتمامات كثيرة أو أفكار أو بتحاول تجد بعض المخارج أو نوع من أنواع الدعم أو المساعدات أو بتحل مسألة مالية ممكن مطالبات مالية أو مصاريف زيادة أما بالنسبة للبيت الثاني فتقريبا بنقدر نحكي أنه الأجواء زي ما حكينا على المستوى المالي المستوى النفسي اللي هو البيت الأول لأنه نسينا نذكره في البداية فعشان هيك البيت النفسي شوي نفسيتك بتكون متقلبة ولكن مع ساعات الصباح بتنشحن بطاقة إيجابية عالية جدا وبصير عندك قدرة عالية جدا على الإقناع وعلى التنقلات وعلى الاتصالات وعلى الحوارات أما بالنسبة للبيت الثالث لأنه القمر رح ينتقل للبيت الثالث زي ما حكينا أنه بتنشطه في أمور الهلاقة بالاتصالات أو التنقلات كونه أكثر وعي على الطرقات واللي عنده امتحانة أو مقابلة بده يركز بشكل جيد ما يحاول أنه يرتجل أو يعتمد على الحضوظ في هذا اليوم لأنه القمر ما بعطي سعودة كاملة وبرضو حاول تضبط نفسك من العصبية وردات الفعل السلبية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت يعني ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات أو تستاء من تدخل أحد أفراد العائلة في شؤونك أو محاولة أنه يحاول يفرض كلمت أو يعني يستفزك بكلمة معينة يحاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية تبعد عن الحدية وعن الحوارات وعن النقاشات ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية أو اهتمام بموضوع معين بتعلق بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء من ساعات الصباح بتصير إيجابية بتعزز قدرتك على التواصل مع الأحبة أو الاهتمام بموضوع عاطفي أو بهواية معينة ممكن اليوم تنشط بطلعات أو خروجات أو تواصل اتصالات مع الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهنا منقول لك دير بالك على عملك ما تخليه يتراكم وخصوصا أنه في ساعات الصباح ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل إما ضغط أو مشاكل أو ممكن يتراكم عمل أو يظهر ملف عندك يكون صعب إلو علاقة بالعمل أما بالنسبة للبيت لو الوضع الصحي فنقول أنه دير بالك من بعض التقلبات ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا بتكون إيجابية فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى التعامل ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج عشان هيك ممكن من ساعات الصباح يعني تحس أنه في رغبة إلك للتواصل أو للتحاور أو ممكن حل مسألة معينة أو اتفاق على مسألة معينة ما بينك وبين الشريك أو ممكن تطرحوا موضوع كان سابق يعني بحاجة إلى نوع من أنواع الإهتمام أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بنقول لكم تجنبوا الدخول في أي مسائل مالية خلال هذا النهار لا مشاريع جديدة ولا مغامرات مالية ولا شراء حاجيات ثمينة ممكن تتراكم عندك بعض المصاريف أو تظهر بعض المصاريف شوية تكون صعبة وتكون هاي المصاريف لها علاقة إما لصيانة أمور بيتية أو أعطال أو مصاريف استشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي يعني في اتصالاتك وحواراتك روتيني لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح ممكن يجيك اتصال من خارج البلاد أو تهتم ببعض المسال اللي لها علاقة بالدراسة أو الحوار أو بحث مسألة معينة لها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو علاقة مع أجانب أو مسألة لها علاقة بأوراق قانونية تهتم فيها أكثر أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة ما فيها أي مشاكل يعني تقريبا بتقدر تحافظ على سمعتك خلال هذا اليوم أهم إشي أنك تضبط عصبيتك وتهورك وما تخالف القوانين عشان الأمور تظلها جيدة برضو حاول أنك أنت تضبط عصابك أثناء التعامل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع التواصل أو الاتفاق ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو ممكن أن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم وممكن تفتح حوار أو نقاش أو جدال ما بينك وبين أحد الأصحاب أو أحد المعارف أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا أورانوس موجود اللي بيحدث أشياء مفاجئة ومفاجئاته رح تكون على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فعشان هيك بدك تراقب صحتك بشكل جيد راقب عملك بشكل جيد ما تخلي أمور تتراكم ما تهم العمل لأنه ممكن المفاجئة تيجي من إهمالك لعمل معين برضو ممكن تحمل لك الفترة هاي قلق على صحة أحد الأحبة برج السرطان طبعا بظل النشاط عالي جدا عندكم اليوم يعني عندكم طاقة مشحونين بنشاط عالي أهم شيء أنكم خلال اليوم تواصلوا أعمالكم اللي بديتوا فيها ما تخلوها تتراكم ما تحاولوا أنكم تبادروا بعمل جديد من الآن يعني تقريبا الأشياء اللي اتفقتوا عليها أو كنتم متفقين عليها ما قبل خلو المسار هي الأشياء اللي بتكون أنتوا تلتزموا فيها الأشياء اللي ما بعد خلو المسار حاول أنك أنت تجمدها أو تأجلها لغاية ما القمر يوصل للعذراء يعني بيساعدك في بعض المسائل وبكون داعم لإلك بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء طبعا رح تصير فيه لك بعض الاهتمامات المالية وخصوصا من ساعات الصباح لأن القمر رح ينتقل للبيت الثاني للأسد فبتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة لأن القمر ما بشكل زوايا إيجابية فممكن تظهر بعض المصاريف أو الأعباء المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتحمل بعض الأشياء الإيجابية على مستوى تنقلاتكم وحواراتكم واتصلاتكم بكل أنواعها ولكن من ساعات الصباح يعني بيصير فيه نوع من أنواع الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بطرح فكرة أو طرح مشروع أو نقاش في مسألة معينة الأهم إنكو إذا كان في عندكم امتحان أو مقابل اليوم ما فيه داعي إنك ترتجل حاول تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت الرابع تقريبا نقدر نحكي إنه فيه لك بعض الاهتمامات المنزلية اليوم أو الاهتمام بالعائلة أو شيء العلاقة بتصليحات ترميمات أو واجبات منزلية بتحاول تنجزها على أكمل وجه حاول أهم إشي إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبعد عن الجدالات والخلافات مهما كانت الظروف أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا اليوم بيكون فيه نوع من أنواع الحساسية العالية فممكن تستاء أو تتوتر أو تعصب أو تحتد على مسألة معينة حاول قدر الإمكان تبعد عن الجدالات والنقاشات وما تستاء من أي تصرف لأن حساسيتك عالية وممكن يكون لك اهتمام بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فما نقدر نحكي إن الأجواء على مستوى العمل ممكن يكون فيها بعض الإيجابية خلال هذا النهار أو تهتم بعمل أو مسألة إلها علاقة بعمل جديد أو ممكن تنهمك بترتيب وضع العلاقة بالعمل يعني تقريبا اهتمامات عالية برضو بدك تراعي وضعك الصحي وما تجهد حالك بشكل مبالغ فيه أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بتكونوا حذرين من أي نقاش أو حوار إلو علاقة بالأزواج أو شركاء المال الفترة هاي فيها نوع من أنواع الضغط أو التوتر على هاي المسألة فعشان هيك ممكن يكبر الخلاف في أي لحظة حاولوا قدر الإمكان تبتعدوا عن أي شيء ممكن يسأوتر العلاقة ما بينكم طبعا مش كل موليد برج السرطان ولكن اللي علاقتهم ضعيفة هم أكثر ناس بدهم ينتبهوا أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى البيت الثامن تقريبا مع ساعات الصباح بتصير إيجابية فبصير لك بعض الاهتمامات على مستوى مؤسسات مالية أو فوتير أو دفعات أو التزامات أو أقصات أو أي شيء له علاقة ببعض الأمور يعني اللي بتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام المالي أكثر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات ولكن إذا كان عندك امتحان جامعي أو مقابلة حاول إنك ما ترتجل أدرس واستعد بشكل جيد وركز أثناء الدراسة أو أثناء الحوار وبرضو أثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء متقلبة فجزء من موليد برج السرطان بدهم يهتموا بسمعتهم أكثر حاولوا إنكم ما تغامروا ما تجازفوا ما تدخلوا بأشياء مشبوهة ما تحاولوا إنكم تتحايلوا على القانون أو على الأشخاص اللي أنتو بتتعاملوا معاهم اشحن حالك بطاقة إيجابية وابتعد عن المشاكل قدر الإمكان وحاول ما تدخل بأي مشاحن ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء متقلبة على مستوى بيت الأصدقاء فبتظهر بعض الأشياء المفاجئة اللي إلها علاقة بلقاء أو إلها علاقة بدعوة لحضور حفلي أو مناسبة أو إلها علاقة بخلاف أو جدال أو نقاش حد ما بينك وبين أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء ما فيها أي مشاكل بالعكس هي مسيطرة عليها بشكل جيد فبتقدر تنجز أعمالك بشكل جيد وبتقدر تهتم بصحتك بشكل جيد ولكن ممكن تحمل لك قلق على صحة أحد الأحبة أو الاهتمام بصحة أحد الأحبة بشكل أكبر برج الأسد طبعا الضغط اللي أنتوا حاسين فيه وهاي الشغلات اللي تراكمت بالأيام الماضية والأعطال والأشياء اللي ضغطتكم نفسيا وضغطتكم ماليا وعاطفيا وسببت لك أو سببت لكثير من موليد برج الأسد شيء زي الاكتئاب أو يعني بده يبعد عن الأضواء كله مع ساعات الصباح ببلش تدريجيا يزول كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتلاقي حالك امتلأت بنشاط وحيوية ممكن تنقلب بعض الخيارات أو المعطيات لصالحك لتناسب وضعك تتمتع بالقدرة على قلب المعطيات كمان لصالحك عندك سرعة بديهة ونشاط عالي جدا اليوم بساعدك بإنجاز كثير من المهام حاول أنك تستغل الفرص إذا فتحت أمامك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي ما زالت الأجواء على المستوى المالي يعني هدك على المستوى النفسي والشخصي والعملي ممكن المستوى المالي ما زال فيه بعض الضغوطات أو التقلبات أو الالتزامات أو القلق من مسألة مالية معينة محيريتك عشان هيك بتطلب منك التركيز بشكل أكبر حاول أنك تركز بشكل كامل وابتعد عن المصاريف الزائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم من ساعات الصباح بتنشطوا بالحوارات والاتصالات والتنقلات وحتى في أمور إلها علاقة بالإقناع أو التفاوض أو يعني شغلات إلها علاقة بتبرير وجهة نظر أو الدفاع عن حق لا إلك ممكن تنشط باتصالات وحركة وتنقلات واهتمامات بأمور إلها علاقة بالسيارات أو بالهواتف أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط النفسي ممكن ظهور مشكلة أو خلاف أو نقاش أو حوار أو بتحاول أنت تجاري الأمور أو تمشيها عشان تريح راسك تبعد عن المشاكل ولكن أنت مش مرتاح بالشكل الكامل على مستوى البيت يعني مستأمن بعض الأشياء ممكن تأخذ هيك جانب بعيد عن الأضواء يعني ما تحاول أنك تشارك على أساس أنه ما تنفجر من العصبية أو رأيك يكون غير مرغوب فيه أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي مع ساعات الصباح بتنشحن بطاقة إيجابية عالية جدا وقدرة على أنك أنت تنجز كثير من المهام خلال هذا اليوم ممكن يكون لك لقاء عاطفي أو لقاء مع الأحبة أو ممكن تخرج لتغيير الجو أو نزهة أو انطلاقة معينة بكون نفسيتك أحسن ومشحون بطاقة إيجابية أكبر أما بالنسبة للبيت السادس فممكن اليوم تظهر بعض الأعطال أو الأعباء على مستوى العمل حاول تركز بشكل جيد ما تترك أعمالك تتراكم وبرضو ما تهم العمل بين إيديك وما تدخل بأي نقاش حاد أو خلافات ما بينك وبين المعاونين أو ما بينك وبين المراجعين حاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد من التقلبات اللي ممكن تصير بشكل مفاجئ يعني إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما زالت على مستوى بيت الشراكي ضاغطة لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح الأجواء بتصير إيجابية أكثر بصير فيه نوع من أنواع الحوار أو النقاش أو التواصل الجيد ما بينك وبين الشريك أو ممكن حل مشكلة أو كان فيه سوء تفاهم أو مضغوط أنت من شيء معين اليوم تقدر تبرر أو تحكي بهذا الكلام وخصوصا من ساعات الصباح أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة لسا مربكة إما ظهور بعض الالتزامات أو الديون أو الدفعات أو مصاريف طارئة أو ممكن مساءلات مالية شوي إنها تربكك أو تسبب لك نوع من أنواع التوتر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما زالت يعني بيعمل لك بعض المفاجآت على مستوى أشخاص خارج البلاد أو اهتمام أشخاص فيك ولكن أنت ممكن على خلاف مع أحد الأشخاص أو على جدال بمسألة معينة حاول أنك تركز بشكل جيد وخصوصا إذا كان عندك امتحان أو مقابلة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر مستوى بيت السمعة اليوم بدك تكون حذر لأنه في بعض التقلبات المفاجئة اللي ممكن إنها شوي تعمل نوع من أنواع التشكيك في السمعة فعشان هيك ما تجازف ما تغامر ما تخال في القوانين ما تدخل بأي شيء مشبوه ولا بخلافات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة ما بينك وبين الأصدقاء فالأجواء تحمل لك إما لقاء أو دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء أصدقاء أو اتفاق على زيارة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا جيدة بتدعمك على مستوى العمل يعني تعطي قدرة على إنجاز بعض الأعمال وبرضو القدرة على الاهتمام بصحتك أكثر برج العذراء طبعا برج العذراء معروف أنه رح يدخل في فترة شوي صعبة على المستوى النفسي على المستوى الحيوي كمان لأن القمر رح ينتقل الآن من بيت الأصدقاء رح ينتقل لبيت المتاعب عشانيك بتضل من الآن لغاية ساعة الصباح عندك رغبة للتواصل بالأصدقاء أو لقاء بأصدقاء أو حوار مع بعض الأصدقاء أو مساعدة الأصدقاء في مسألة معينة ولكن من ساعات الصباح بتكون تنتبهوا لأنه رح تدخلوا بفترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم شيء أنه بالفترة هاي لا توقع على عقد ولا تحسم أمر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ ما ظل فترة بسيطة وبعدين كل الأمور هاي بتتغير وبتصير الأجواء إيجابية أكثر تحاولوا تتحملوا لأنه الفترة هاي مع انتقال القمر لعندكم بعد يومين بتصير الأجواء أحسن وبرضو بصير للكواكب كلها تتجه باتجاه برجك فبتحسنك بشكل تدريجي بشكل إيجابي وبتشحنك بطاقة كبيرة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه في بعض الاهتمامات على المستوى المالي أو تراكم مسائل مالية أو قلق من مسألة مالية ممكن تظهر بشكل مفاجئ أو دفعات أو التزامات مفاجئة أو ممكن مطالبات مالية شوية تكون مربكة في منكم رح يهتم ببعض المسائل أو يطالب بأشياء بتخصه ولكن ممكن ما تمشي معاه بالشكل الإيجابي أما بالنسبة للبيت الثالث يعني في بعض النشاط على مستوى الاتصالات والحوارات ولكن دك تنتبه من عصبيتك وردات فعلك لأنه شوي أنت مشحون بطاقة يعني فيها نوع من أنواعي السلبية فسهل أن استفزازك أو سهل أنك تعصب أو تندفع أو تتهور في بعض المسائل حاول أنك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة وبرضو ركز أثناء الحركة خوفا من الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني اهتماماتك نقدر نحكي أنها روتينية أكثر من إنها إيجابية يعني بتنجز الأعمال والأشياء المطلوبة منك بالشكل الروتيني ممكن تظهر بعض المسائل يعني شوي توترك ولكن عندك قدرة على تجاوزها بالفترة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها ضغطة على المستوى العاطفي لأنه شوي حساسيتك عالية فممكن أنك تتحسس من موقف معين أو ردة فعل معينة تكون مش مناسبة ومش في مكانها فعشان هيك ممكن أنك شوي تحتد وتعصب بشكل مبالغ فيه فعشان هيك انتبه ما توجه انتقاد ولا حتى تظهر استياءك من بعض المسائل حاول انك تتعامل بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها يعني فيه ممكن تظهر بعض المسائل اللي لها علاقة بالعمل أو تراكم عمل أو تعطيل عمل أو عدم القدرة لإنجاز عمل معين وممكن تظهر بعض الأمور اللي لها علاقة بالمستشفى أو بالصحة أو بالرقابة الطبية أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكي الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الحدية أو التوتر ولكن حاولت تخليها روتينية على أساس أنك تبعد عن المشاكل والمشاحنات قدر الإمكان أثناء التعامل مع ما بينك وبين الزوج أو الزوجي أما بالنسبة للبيت الثامن فيعني الأجواء المالية برضو زي ما حكينا أنه ممكن تظهر بعض المسائل المالية أو تنهمك بحل مسائل مالية أو مطالبة أو أي شيء له علاقة بالأموال المشتركة بنك ضريبة تأمين أموال الزوج الزوجي شراكي أمتي الأموال معاك ممكن يصير الاهتمام عليها أو قروض أو ديون وممكن تظهر بعض الأموال أو المصاريف الاستشفائية أو اللي بتتعلق بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا ممكن تتلقى اتصال بشكل مفاجئ أو تعامل مع شخص خارج البلاد بشكل مفاجئ أو ممكن اهتمام الزيادة أو هيك الشكوك على مسألة معينة برضو انتبه إذا كنت أنت طالب جامعي انتبه من الامتحانات المفاجئة أو الواجبات المفاجئة وإذا دخلت على الامتحان حاول أنك تركز وما تعتمد على الحظ وأثناء تنقلاتك برضو على الشوارع المفتوحة بدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء الروتينية على مستوى بيت السمعة والعمل يعني بتتعامل على حسب طبيعتك في هذا المضمار له السمعة والعمل وزملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء إيجابية ودعمية على مستوى العلاقات وعلى مستوى الزيارات والتواصل ما بينك وبين الأصدقاء أو المعارف وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تنشط أنت ببعض الزيارات أما بالنسبة لبيتك 12 فما زالت الأجواء ضاغطة ومع وجود القمر برضو بتضغط بشكل كبير فعشان هيك زي ما حكينا أنه هاي الفترة فارغة من الحضوض وفيها نوع من أنواع السلبية بدك تكون حذر راقب صحتك وراقب عملك برج الميزان طبعا اليوم الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع التقلب عندك ممكن تظهر بعض المسائل شوية تكون مربكة النفسية أحسن من الأيام الماضية يعني فيه نوع من أنواع الاستقرار النفسي عندك كل ما اقتربنا لساعات الصباح كل ما صار الوضع أحسن أو بتحس بأن الحظ بدعمك شوي أو النفسية بتتحسن بشكل إيجابي وخصوصا مع اقتراب ساعات الصباح وانتقال القمر للأسد لأنه برج حليف لا إلك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي على المستوى المالي ممكن أنه شوي تظهر بعض المسائل المالية المربكة خلال هذا اليوم أو تهتم ببعض الدفعات أو الالتزامات أو حل مشكلة لها علاقة بالوضع المالي أهم إنه إشي إنه اليوم ما تجازف بأي أمور مالية أو يعني شغلي اسمها مغامرة مالية ينتبه لأموالك برضو من السرقة أو الضياع أو من البذخ أو الإصراف بدون تركيز أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية بالنسبة لإلك ممكن اليوم يصير في عندك رغبة بالاتصالات أو الحوارات أو النقاشات وخصوصا كل ما اقتربنا لساعات الصباح ممكن تنشط بمسائل لها علاقة بحوار معين أو نقاش معين وممكن برضو تجتاز اليوم إما تجربة أو امتحان أو شيء كان صعب عليك بالأيام الماضية اليوم تطلع نتائجه بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع وهو بدك تنتبه بشكل كبير يعني من مسائل لها علاقة بالخلافات أو النقاشات أو مسائل لها علاقة بالبيت أو اختلاف وجهات النظر أو تدخل الأحد الأشخاص بشؤونك الخاصة فممكن هذا شوي سبب لك نوع من أنواع الارتباك حاول أنك تحل المسائل هاي بدون عصبية وبدون توتر وبدون تقلب بالمزاج ممكن تظهر بعض المشاكل اللي إلها علاقة بترميمات تصليحات تراكم عندك بعض الأمور اللي تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أو مصاريف بيتي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى البيت العاطفي تقريبا من ساعات الصباح بتصير إيجابية يعني بتدعم من علاقاتك أو من طريق التواصلك أو اتفاقك ما بينك وبين الأحبة أو اهتمام بمسألة بتتعلق بالحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها جيدة ما في أي شيء بيخوف لكن حاول أنك تنتبه لعملك بشكل جيد ما تراكم الأعمال عندك برضو انجزها بوقتها ويركز وانت بتنجز بأعمالك واهتم لصحتك اهتم من بعض التقلبات اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ على المستوى الصحي يعني يبدك تخلي الوضع الصحي تحت الرقابة أما بالنسبة للبيت السابع فشوي يعني الأجواء نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية اليوم أثناء التواصل ما بينك وبين الشريك أو حوار معين أو تراجع عن قرار سابق أو نقاش في مسألة كانت شوي مربكة بالفترة الماضية أو بتطلب نوع من أنواع التركيز معك بشكل أكبر يعني بدها نوع من أنواع الاهتمام أما بالنسبة للبيت الثامن يعني الأجواء ممكن تظهر بعض المسائل المفاجئة على المستوى المالي بتكون مربكة شوي إما مصاريف أو دفعات أو مسائل إلها علاقة يعني الناس بتكون وعدتك بفلوس بتتأخر أو بمساعدة معينة بتأجلها يعني بتكون الأجواء مربكة على هذا المستوى حاول أنك تركز وما تغامر بالأمور المالية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء الروتينية على مستوى اتصالاتك وحوراتك مع أشخاص خارج البلاد ولكن إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض نهائيا يعني بدك تدرس وتدخل وانت جاهز وانتبه أثناء تنقلاتك على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى البيت العاشر تقريبا نقدر نحكي إنه القمر موجود فيه لغاية الساعات الصباح فعشان هيك منقول لكم حافظوا على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل في ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء لأن القمر بصير في بيتك 11 منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة أو لقاء أو اتصال أو حوار ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو ممكن تحل مسألة كان صعب إنك تحلها بالفترة الماضية وممكن رفقة أو مثلا حد يجي زورك أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا على مستوى بيت المتاعب بما أنه بلشت الكواكب تتجه باتجاه العذراء يعني لبيت متاعبك فعشان هيك بدك تكون حذر من تقلبات العمل أو مشاكل بالعمل أو تراكم عمل عليك وبرضو من بعض التقلبات الصحية اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ يعني بدك تراقب صحتك بشكل يعني دقيق وما تتوسوس وما تتونون يعني الأشياء هاي بس هي نوع من أنواع التحذيرات ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة مثلا مش على صحتك أنت برج العقرب بالنسبة للبيت الأول يعني تقريبا من نقدر نحكي أنه الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط النفسي اليوم يعني الأجواء مش حليفة لإلك مش داعمة لإلك من ساعات الصباح بتبلش تحس أنه فيه أشياء صارت تتراكم أو أشياء بتضغطك أو سهل جدا استفزازك أو سهل جدا أنك تتوتر وتنشحن بطاقة سلبية خلال هذا النهار حاول قدر الإمكان أنك أنت تبتعد عن أي شيء ممكن يسبب لك توتر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية اليوم من ساعة الصباح ممكن تظهر بعض المسائل التي تدعمك على مستوى المال على مستوى تحصيل مكاسب مالية على مستوى أمور إلها علاقة بحل مسألة مالية أو الاهتمام بالمسائل المالية بشكل مباشر أهم شيء أنك تحافظ على نفسك من المصاريف لزيادة أو من الضغوطات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضاغطة فعشان هيك اليوم نقول لك دير بالك أثناء تنقلاتك أثناء حواراتك أثناء اتصالاتك ممكن تتعرض لامتحان مفاجئ أو لا استفزاز مفاجئ أو لا توتر مفاجئ حاول تضبط أعصابك قدر الإمكان تبعد عن التوترات العصبية وبرضو انتبه لا توترات شد العضل أو شد الأعصاب أما بالنسبة لتنقلاتك وحواراتك بدك تكون مركز بشكل جيد وحاول أنك تركز أثناء الحركة وأثناء التنقلات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت الرابع روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية زي صيانة ترتيب مشتريات اهتمامات عادية روتينية اللي أنت معتاد عليها ممكن يظهر قدامك مسألة معينة لها علاقة بأحد أفراد العائلة يعني تهتم فيها بشكل كبير فما تخاف منها وما تقلق منها سهل جدا أنك أنت تتجاوزها أما بالنسبة للبيت الخامس يعني على المستوى العاطفي بس الأوهام هاي اللي منحذر منها والأوهام والشك والغيرة والوسواس هم هدول أكثر شيء ممكن شوي وتروك أو أنك حساسيتك بتكون عالية لدرجة أنه أي تصرف أو كلمة ممكن أنها تأثر فيك أو تجرحك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيه بعض الاهتمام ببعض مسائل العمل ممكن يتراكم عمل تظهر مسألة لها علاقة بالعمل مربكة شوي يعني شوي تتطلب منك هيك أنك تركز فيها بشكل جيد برضو إزاي ما حكينا الوضع الصحي بدك تركز عليه بشكل كبير أي شيء له علاقة بالعضلات أو بالأعصاب بدك تهتم فيه بشكل كبير وبرضو أي أعراض جانبية حاول أنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة أورانوس هو اللي بيحدث المفاجآت فعشان هيك دائما المفاجآت وخصوصا أنه بتراجع يعني مفاجآت سلبية هاي بتظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو القرارات الحدي ما بينك وبين الزوج أو ما بينك وبين شريك المال فعشان هيك بدك تكون حذر وبرضو دير بالك من القضايا القضائية أو الدعاوة القضائية بالفترة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه في بعض الاهتمامات المالية اليوم اللي ممكن تحلها بشكل إيجابي أو تدعمك بشكل إيجابي ممكن تحقق بعض الإنجازات أو بعض الاهتمامات أو يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى أوراق مالية أو إشي له علاقة في البنوك أو الضريبة أو التأمين أو أموال الشريك يعني أموال الغير يكون لك اهتمامات فيها الفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مسائل علمية مثلا أو ثقافية تهتم فيها بشكل إيجابي وممكن يكون لك حوار إما مع شخص أجنبي أو شخص خارج البلاد أو أمور لها علاقة بثقافة معينة أو علم معينة أو مثلا علاقة عاطفية من مؤسسة تعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا القمر زي ما حكينا أنه يعني بعمل نوع من أنواع التقلبات في ساعات الصباح بتكون تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل أهم شيء تتجنبوا الخلافات وإسعى لتلطيف الأجواء ما في داعي للمجازفات أو المغامرات في الفترة هاي لأنه القمر صار موجود في بيت السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى علاقاتك وأصدقائك فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء تسعد فيه بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه موكون لك بعض الاهتمامات على مستوى العمل برضو رجعنا للعمل مرة ثانية أو عمل خايف أنه يتراكم عندك أو قلق بسبب عمل معين برضو الوضع الصحي بحاجة للرعاية بالفترة هاي وممكن تظهر بعض الأمور اللي إلها علاقة بصحتك أو صحة أحد الأحبة برج القوس طبعا اليوم الأجواء رح تختلف تماما كل ما اقتربنا لساعات الصباح يعني رح تحس بطاقة غريبة رح تلاقي حالك مشحون بطاقة إيجابية عالي جدا عندك رغبة لإنجاز كثير من المهم خلال هذا اليوم برضو قدرة على التواصل عالي جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ممكن لغاية ساعات الصباح تظلك منهمك من الآن للصباح منهمك ببعض المسائل المالية أو الاهتمام المالي أو قلق من مسألة مالية معينة ولكن مع ساعات الصباح ممكن تتبلور الصورة أكثر أو أنه يرتاح بالك أو يطمئن بالك من مسألة معينة صحيح أن الأجواء شوي بتقولك دير بالك من المصاريف لزيادة وبرضو ابعد عن أي شيء بقيله علاقة بالمنافسات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتقولك أنه رح تكون جيدة من ساعات الصباح فرح تنشط بالاتصالات والحوارات والتواصل والنشاط العالي عندك سرعة بديهة عالية وقدرها على الإقناع عالي ممكن يكون لك اليوم تعامل أو تعاون ما بينك وبين أخ أو جار أو ممكن شوي هيك تدخل بمسألة لها علاقة بدراسة أو حوار أو نقاش أو تسويق أو تقنع أشخاص بفكرة معينة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت يعني شوي في بعض الأمور اللي ممكن تكون حساسة أو تظهر بعض الضغطات أو المصاريف أو الأعطال أو الاهتمامات البيتية للزيادة اللي بدها منك اهتمام وتفرغ أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي ما زال فيها بعض الضغطات يعني الأجواء متقلبة صحيح المريخ بعض إيجابية وبرضو بعض سلبية فعشان هيك البيت الخامس بالنسبة لإلك ابعد عن الحظ ما تعتمد على الحظ نهائيا بالفترة هاي قسم منك راح تكون الأجواء العاطفية عندهم جيدة وعندهم رغوية للتقارب أو للتقارب ما بينهم وبين أحبائهم وقسم راح يكون حساس جدا ومتعنت ومتزمت برأيه يعني إذا أصدر قرار أنه على خلاف مع الحبيب ولا الدنيا كلها بتقنعه أنه فيش خلاف خلص ما بتراجع عن قراره فعشان هيك بدك تنتبه من قراراتك ومن تصلبك بالرأي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بتظهر بعض المفاجآت على المستوى العمل فعشان هيك بدك تنتبه الأعمالك إنجزها ما تخليها تتراكم ما تهم الأعمالك يعني بدك شوي تكون حذر بالنسبة لما العملك وما يتعلق بالعمل وبرضو بدك تهتم بصحتك بشكل جيد دع إنه ممكن تظهر بعض المسائل الصحية اللي تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي الأجواء الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل ما بينك وبين الشركاء بشكل روتيني يعني ما في أي شيء ممكن أنه نحذر منه وخصوصا أثناء تعاملكم ما بينكم وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا بظل القمر موجود في البيت الثامن لساعات الصباح فعشان يكي بتهتموا بأمور العلاقة بحساباتكم المالية أهم إش إنكو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة خلال الفترة هاي من ساعات الصباح القمر بصير في بيتك الساد التاسع فبتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر أو اتصال بعيد أو تعامل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أهم إش إنكو تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن وبرضو ممكن تظهر بعض المسال لإلها علاقة بمعاملات أو أوراق قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على مستوى السمعة روتيني أهم إش إنك ما تجازف وما تغامر وبرضو إنجز أعمالك بوقتها أما بالنسبة لبيتك 11 هنا بيت الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء مثلا أو تسعد بلقاء الأصدقاء إما أنت تزورهم أو هم اللي يزوروك أو يصير اتصال ما بينك وبينهم أو نقاش في مسألة معينة بتتطلب يعني استشارة أشخاص لهذا الموضوع أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا بنقول لك يعني شوي بدك يتراقب بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل وبرضو بالصحة صحيح الأجواء مش ضاغطة بشكل سلبي ولكن ممكن يظهر ضغط على عمل معين أو إهمال بعمل معين أو أنت تأجل عمل لثاني يوم عشان تنجزه فيكون من الأشياء المتطلبة عليك أو لازم تكون منجزها ومجهزها فعشان هيك ما تخلي الأعمال تتراكم على أساس أنه ما تفتح لك مشاكل وبرضو ممكن تحمل لك هاي الفترة برضو قلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة أو أمور استشفائية أو علاجية أو زيارة مريض أو اهتمام بصحة أحد الأحبة شوي تتطلب منك هيك إنك تهتم فيها بشكل كبير برج الجدي طبعا القمر مقابلكو تماما فعشان هيك إلى غاية ساعات الصباح بتظلوا حاسين بنوع من أنواع الضغط أو نوع من أنواع الارتباك أو طاقتهم بتكون ضعيفة شوي بتحس الجو متقلب مش مستقر مش بالشكل اللي أنت بالدكية أو الشكل اللي أنت بترغبه في ساعات الصباح الأجواء بتتحسن شوي درجة لأنه القمر بتحرك هيك لبيتك الثامن صحيح أنه برضو مش بالقوة الكاملة ولكن اهتماماتك بتصير على المستوى المالي أو على أشياء العلاقة بالوضع المالي ككل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم مع ساعات الصباح بتفتح لك بعض الأفكار أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالوضع المالي فممكن شوي هيك تندمج بمسألة مالية أو تفكر في موضوع مالي معين أهم إشي أنك تحاول أنك تضبط مصاريفك قدر الإمكان وتحافظ على أموالك من السرقة أو الضياع أو المصاريف الغير مرغوب فيها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا يعني مش جيدة كثير لغاية ساعات الصباح يعني بيكون في عندك نشاط في بعض الاتصالات أو الحوارات ولكن تقريبا من ساعات الصباح بتصير الأجواء روتينية أكثر يعني اتصالاتك الطبيعية وحواراتك تنقلاتك الطبيعية ما في أي شيء جديد ولكن حاول أنك تنتبه إذا كان عندك امتحان أو مقابلة خلال هذا النهار بدك تكون مستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ممكن اليوم تظهر بعض المسائل العائلية أو البيتية اللي تتطلب منك الاهتمام أكثر أو أنك تحاول أنك تحلها بشكل أوفة حاول أنك ترتب أوضعك بشكل جيد بدون مغامرات يعني بدون انفعالات بدون عصبية بدون جدالات يعني بدك تكون مرن أثناء تعاملك بالبيت أو مع أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي بتخليك شوي حساس أو عندك ردات فعل سلبيه خلال هذا اليوم اشحن حالك بطاقة إيجابية وابعد عن الأجواء الحادة ممكن تظهر بعض المسائل المربكة عاطفياً ما بينك وبين أحد الأحبة أو مثلاً شيء غير متوقع له علاقة بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريباً اليوم تفتح بعض الأشياء أو الاهتمامات من ساعات الصباح على مستوى العمل فممكن تهتم بمسألة إلها علاقة بالعمل أو بملف معين أو بموضوع إلها علاقة بالعمل أو بوضع صحي معين ممكن يظهر بشكل طارئ إلك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فطبعاً بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة أهم إشي لا تلتزموا بشيء ما بتقدروا عليه اتجاه الطرف الآخر في ساعات الصباح طبعاً بصير القمر موجود في البيت الثامن فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة إنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بأمور ثانوية ممكن شوي كلك بعض الاهتمامات على مستوى بنك أو ضريبة أو تأمين أو أشياء يعني تتطلب منك نوع من أنواع الإجتهاد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء على مستوى اتصالاتك الخارجية أو حواراتك أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد تقريباً بتكون روتينية على طبيعتك أما بالنسبة للامتحانات فإذا كان عندك امتحان أو مقابل أو مناقش اليوم بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض نهائياً أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا ما نقول لك يعني هذا بيت السمعة حاول قدر الإمكان أنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف مهما كان صحيح الأجواء ما بتخوف كثير ولكن حبيت أنبه من هاي النقطة برضو ممكن يكون لك بعض الاهتمام في مسائل إلا علاقة بالعمل أو زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 ممكن اليوم تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأصدقاء ممكن لقاء ممكن جمعة ممكن دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء مثلاً مع صديق أو زيارة صديق أو صديق هو اللي يزورك يعني في بعض الاهتمامات على هذا المستوى اللي إلها علاقة بالأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريباً نقدر نحكي إنهم شبه مستقرة ما في أي مشاكل إلها علاقة ببيت المتاعب أهم إيش إنك تنجز أعمالك اهتم بعملك ما تأجل لأي يوم ثاني ما تخلي الأعمال تتراكم عندك اهتم بنفسك وبزملائك في العمل برضو اهتم بصحتك بشكل جيد ما تبالغ بمجهودك الجسماني وبرضو ممكن تقلق على صحة أحد الأحبة أو أحد المقربين لا إلك برج الدلو طبعاً بالنسبة لموليد برج الدلو القمر موجود في البيت السادس يعني بلش يتجه مقابلك تماماً في ساعات الصباح رح يصير مقابلك بشكل كامل فعشان هيك اليوم بتحس طاقتك ضعيفة شوي بتحس أنه أنت يعني عرضة للتعب أو للتوععك أو لعدم الراحة برضو عصبيتك بتكون عالية جداً ردات فعلك سلبية بدك تنتبه بشكل كبير وخصوصاً أثناء تعاملك مع المحيط أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ممكن تظهر بعض المسائل المالية المربكة خلال هذا النهار أو دفعات أو التزامات بشكل مفاجئ أو ظهور أعطال أو يعني أشياء لها علاقة بالمطالبات حاول قدر الإمكان أنك تبتعد عن المصاريف لزيادة وراقب أموالك من السرقة أو الضياع أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريباً نقدر نحكي أنه اليوم يعني مع ساعات الصباح ممكن تنشط باتصالات معينة أو تنقلات معينة أو اهتمامات معينة حاول قدر الإمكان أنك أنت تركز ما تنفعل وما تعصب وما تتهور يعني بدك تركز بشكل جيد إذا كان عندك امتحان أو مقابلة ما تتسرع بالإجابة بدون ما تفكر فيها برضو ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جهر أما بالنسبة البيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ممكن تظهر بعض الأشياء المفاجئة اللي لها علاقة بالبيت ممكن عمل معين نقاش معين خط يعني معين هي قصارة مشكلة أو حوار أو نقاش ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية بشكل مفاجئ أهم إشي أنك أنت تضبط أعصابك وما تنفعل وما تتوتر وما تتسرع باتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا منقدر نحكي أنه الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية خصوصا من ساعات الصباح ممكن ترغب بالتقرب للحبيب أو تواصل معه أو أنك أنت تشكي لأحد الأحباء أو تستشير أحد الأحباء بمسألة معينة ممكن يكون لك تعامل اليوم مع ابن أو مع أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية لغاية ساعات الصباح ولكن بدكوا تنتبهوا أنكوا بتواصلوا عملكم السابق حاولوا أنكوا تنجزوا بشكل جيد بدكوا تنتبهوا لصحتكم بشكل جيد برضو ما تبالغ بجهدك الجسماني من ساعات الصباح القمر بصير في البيت السابع فعشان هيكي بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور لأنه سهل جدا أنه اليوم لأنه حساسيتك عالية أو طاقتك ضعيفة أنك تكبر الأمور أو تكبر المشاكل فابعد عن إصدار القرارات اللي ممكن تكون شوي صعبة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى البيت الثامن تقريبا تحمل بعض الإيجابيات ممكن تهتم ببعض المسائل المالية المشتركة أو قرض أو تسوية أو أمور بنكية أو ضريبية ولكن الأهم من هذا أنك تبتعد عن الالتزام بأشياء أنت ما بتقدر تنفذها وبرضو تبتعد عن المشتريات الغير ضرورية لأنه اليوم ممكن تطلع لك بعض المصاريف اللي إلها علاقة إما مصاريف استشفائية أو مصاريف عائلية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء الروتينية يعني على مستوى اتصالاتك لبعيدة وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد روتيني يعني ممكن شوي هيك بس ننبه من مسألة إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك يتركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا يعني تقدر تدافع عن سمعتك أو تعزز سمعتك خلال هذا النهار وبرضه ممكن يكون لك تعاون أو تعامل ما بينك وبين أحد الزملاء في العمل أو مع رئيسك في العمل ممكن شوي تهتم بمسائل عملية أكثر خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيتك 11 فالأجواء برضو دعمل إليك على مستوى يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تنشط بزيارة معينة أو مجاملة معينة اجتماعية أو يعني أشياء في نقلها علاقة بالوسط الاجتماعي فاليوم ممكن تنشط بشكل الإيجابي على مستوى العلاقات الاجتماعية أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا موليد العشرية الثالثة من موليد برج الدل وهم أكثر ناس بدهم يكونوا منتبهين بالفترة هاي على أمور إليها علاقة بالعمل ممكن مشاكل على مستوى العمل أو يتراكم عمل معين أو ينضغط في مسألة إليها علاقة بالعمل أو أعمال متراكم تكون عندهم أو إيش صعب وبرضو على المستوى الصحي بتحدث بعض التقلبات أو المشاكل أو الخلافات الصحية فعشان هيك انتبهوا بشكل جيد إذا شعرتوا بأي شيء غير اعتيادي حاولوا أنكوا تراجعوا الطبيب أما بالنسبة موليد الدل و بالكامل فممكن قسم كبير منهم اليوم يعني يكون فيهم اهتمامات صحية لأحد الأحبة برج الحوت طبعا القمر موجود لغاية ساعة الصباح في بيت العاطف عندك بيت الحضود بساعة الصباح رح ينتقل للبيت السادس الوضع رح يصير فيه نوع من أنواع الصعوبة يعني رح يضغطك شوي رح يخلي فيه عندك اهتمامات كثيرة أو التزامات كثيرة خلال هذا اليوم اللي تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام فهي رح توتر الوضع النفسي عندك أو تخلي فيه تقلبات بالمزاج عندك بشكل متسارع فبدك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع القلق على المستوى المالي أو دفعات أو التزامات أو أشياء تظهر على الساحة لها علاقة ببعض المصاريف أهم مش أنك تحاول تحافظ على ممتلكاتك من السرقة أو الضياع وإذا ظهرت أي مسألة مالية حاول ترتبها على حسب وضعك مش على حسب يعني بإندفاع تحاول ترتبها يعني بدها نوع من أنواع الإهتمام والتقسيم للوضع المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم ممكن يظهر لك بأشياء مفاجئة على مستوى تنقلات حوارات اتصالات ممكن موضوع معين نقاش معين ممكن مشوار هيك يجيك بشكل مفاجئ عشان هيك بدك تكون منتبه ومتهيئ في بعضك ورح يخضع لامتحان بشكل مفاجئ أو لمساءلة ممكن يكون لك تعامل أو تعاون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الرابع ما في أي شيء سلبي بالعكس من الصباح الأجواء بتصير الأجواء البيتية أريح ممكن تهتم بمساءل بيتية أو عائلية أو عقارية خلال هذا اليوم ممكن يظهر خلاف أو نقاش في مسأله ولكن سهل أنك تتجاوب معه أو تحله بدون ما تعاني كثير يعني موضوع عادي بمشي بشكل طبيعي ولكن إذا ظهر بعض المصاريف حاول ترتبها على حسب قدراتك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء طبعا داعم إليك بقوة وخصوصا أن القمر لغاية ساعات الصباح موجود عندك في البيت الخامس فبتظل العاطف قوية عندكم ومشحونين الطاقة وعندكم رغبة للتواصل أو الاتصال مع الأحبة لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بتزيد حساسيتكم وردات فعلكم السلبية فانتبهوا من أي سوء تفاهم أو أي خلاف ما بينكم بين الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فمن ساعات الصباح القمر بصير في البيت السادس فمنقولكم بتكن تنتبهوا لصحتكم أكثر ممكن يتراكم العمل أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا يعني منقدر نحكي أنها روتينية يعني طريقة التعامل ما بينكم وبين شركاءكم شركاء المال شركاء العمل بطريقة روتينية يعني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على حسب الوضع بس أنا شايف أنه الوضع إيجابي أكثر من أنه سلبي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي فيها نوع من أنواع الإيجابية برضو اللي بتعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالوضع المالي من ساعات الصباح ممكن تظهر بعض المسائل المالية المشتركة بتهتم بحل مسائل إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو التزامات أو ديون عندك القدرة على حلها وتجاوزها بالفترة هاي يعني الحظ بدعمك في هاي المسألة ممكن بس تظهر بعض المسائل المربكة كدفعات أو مطالبات مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء على مستوى البيت التاسع روتينية على مستوى اتصالاتك لبعيدة أو حواراتك مع أشخاص خارج البلاد ممكن تنشط ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالامتحانات أو الترويج لشيء معين أو مسألة علمية مثلا تأخذ منك جهد اليوم ونت تحلها بتتطلب دراسة أو أنك تنتبه أو خاص في هاي المسألة في بعضك رح يهتم بمسألة قانونية أو مسألة العلاقة بالأوراق الحكومية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا نقدر نحيينها جيدة على مستوى بيت السمعة بتقدروا تدافع عن سمعتكم وتعززوا ثقتكم بالنفس أكثر برضو عندكم قدرة على حل بعض المسائل اللي كانت صعبة في الأيام الماضية على مستوى تعاملكم ما بينكم وبين زملائكم أو رؤسائكم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا نقول لك دير بالك يعني اليوم ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بصديق أو تعامل مع صديق أو تحتد من مسألة أو تستاء من تصرف صديق فاليوم ممكن يصير فيه نقاش أو حوار بشكل واضح أو أكثر من الأيام الماضية أهم مش أنك تضبط أعصابك ما تدخل بنقاشات ولا حوارات حدي وما تكبر الأمور يعني تقدر بطريقة عقلانية تتعامل مع هذا الموضوع أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه ما في أي شيء بخوف أو مقلق على المستوى بيت المتاعب فممكن تهتم ببعض المسائل العملية أو تحلها بشكل جيد ولكن بظل الاهتمام الصحي هو الأكثر بده اهتمام تراقب صحتك راحتك غذائك وبرضه حاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة بالفترة هاي وممكن برضه أنه يكون لك يعني قلق على صحة أحد الأحبة أو الاهتمام بمسألة بتتعلق بأحد الأحبة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء